السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالنسبة للجماعة اللي بتسأل ازاي نبطن مرمى زي كده احيانا بيكون فيه صاج مكشف ميتال كده ده نتعامل معه ازاي ينفع نبطن فلر ينفع نبطن لون ايبوكسي اتش برايمر بصوا فيه الناس بتقول ممكن ندي رصاصة وسنفارة يعني وش بيسكوت ورصاصة وسنفارة بصوا رجالة يعني الاصل في القصة ديا الرجوع للدعم الفني الخاص بيك وقراءة النشرة الفنية للمنتجات يعني مثلا المعروف للصاج الصاج وده كنا موضحينه في اكتر من فيديو صاج انواع البرامرات كتيره فيه برامرات خاصة للصاج برامرات خاصة للمعجون برامرات خاصة للبلاستيك الصاج ينزل عليه يا اما لو المعدن ده المونيا او صاج ميجالفين او الحاجات دي يا اما حاجة اسمها اتش برايمر او ايبوكسي برايمر او برايمر فيلر دي تي ام دايرك توميتال يكون فيه برايمرات تنزل على الصاج مباشر يعني ممكن تبطن بها عادي ممكن تبطن بالإبوكسي كله ممكن تنزل وش وش برايمر على المعجون والصاج وبعد كده تنزل بعد كده بالفلر بحيس ان الوش برايمر او الاتش برايمر يعني بيكون ايه الحبابات بتاعته صغيرة تملة معك الخربيش بعد كده السلفصر اللي تنزل بيه او الفلر اللي تنزل بيه ما ينزلش في الخربيش يهبط بعد عملية الرش باسبوع مثلا او حاجة فالاصل احنا مثلا دلوقتي ينفع تنزل بالإبوكسي برايمر او الاتش برايمر على الحاجات دي وبعد كده تنزل باللون بالدعم الفني كلمك قالك لا ما ينفعش يبقى الاصل الدعم الفني لانه هو اللي صانع المادة يعني احنا هنبطن مثلا دلوقتي فلر او اساس يعني برايمر او كلام من ده باسم الله اهو هننزل عليه كله ده احنا شغالين على اساس الدعم الفني اللي احنا بنتعامل معي باسم الله اهو كلا اهو بنرش اهو ده ايه ده ده برايمر الدعم الفني سامح لنا اللي احنا نرش به على المعجون وعلى الصاج وعلى كل حاجة هو نوع نوع ده ده اسمه برايمر ايبوكسي ده هو فلر يعني مش فلر هو شكل الفلر ولكن في انواع فلر ممكن تنزل على حاجات زي كده بس بشرط انك ترجع لقى اللي الدعم الفن بتاعك اللي هو الفلر دي تي ام ديريك تميتا لينزل على الصاج مباشر طب انا انا معايش عايز انزل وش برايمر ماشي ممكن تنزل وش برايمر زي كده قولنا على الصاج بس او تديها كلها وش برايمر عادي وبعد كده تنزل بعد كده بالاساس او الفيلر او تنزل بعد كده لها خمسمائة طريقة او خمسمائة حل طبعا لقا عايز انزل فيلر عادي اللي هو فيلر يعني اللي هو العادي اللي هو الفيلر العادي اللي هو الاكريليج ده ماشي بس بشرط ايه الرجوع للدعم الفن بتاعك لان فيه انواع فيلر ممكن يكون عليها اضافات تانية تسمح ان هو ينزل على الصاغ مفيش اي مشاكل دايما الاصل في القصة ده رجالة والدعم الفني بتاعك قالك يعني فيه ناس على فكرة العلم بتبطن فيلر اه اللي هو بس داك حاجات تانية بقى اللي هو الفيلر فيه ناس في التعالي بتقولنا احنا بنبطن بفيلر وان كيه والامور شغالة ومشاك بردك الرجوع للدعم الفني ولكن فيلر حاجات بقى بدون مصلب بتبقى العملية ايه بقى يعني ضعيفة شوية تلم عليه ضعيفة حاجات وان كي دي اه اللي هو السرفيسر اللي هو الدوك ويعني اعتبر ما افتكرش ممكن يكون فيه دعم الفني ووفي على الحاجة كده ولكن ما يعني ما ما ننصحش بالنكاء لا خليك دائما في الحاجات التو كي هين بصها وبين شاف هاو ها وننزل وشة تانية سافر المده يعني مثلا يعني في الدعم الفني دعم الفني يعني يا رجالة يعني الراجل اللي هو اللي مورد لك المادة او اللي صانع المادة مثلا يقولوا لنا ايه ايه لو احنا عايزين نبطن مكان زي كتا او انا معاي هين حتة ماجون ومعان حتة ماجون هين حتة يقولك تاخد دي علي قدها ودي علي قدها وادي علي قدها وبعد كده تاخدها كله주ه يقولك لا ادم هية حتة كثيرة كده في الكترة دي議 علي اكل وايش ولو وعاوز وتنزل بعد كده على كل حتة الأديها ماشي لكن لا تأخذ كل قطعة الوحدة الأول لماذا؟ لأن تأخذ هذه الوحدة و هذه الوحدة و هذه الوحدة و أنت تأخذ هذه الوحدة و هذه الوحدة تأخذ عفرين أو عفرين أو بعد أن تنشف تنزل بوش تاني يمكن أن تدعف لك التماسك أو الالتصاك أو الادهيجن بين الطبقات يعني يعمل لك مثل هذا الـ يقف على الحروف بتاع الخربشة بتاعت اللي أنت مصنفارها يعني فيمنع الوش الثاني أنه ينزل في الخربشة فيقول لك لا ينزل بها كلها و و بعد ذلك يأخذ الحقج كلها و ممكن تأخذ الحقج كلها يعني بعد ما تنزل اول وش تأخذ الحقج على أداها بعد ذلك في تالة وش الوحدة تبقى خارة مثلا تلاتة انها خارة وش يعني خارة دي كلها وش بعد ذلك دي وش على قدها بعد ذلك يأخذ كلها وش هنا آه ممكن لأن الخربشة اللي انت ستضهى وهو فيه طبقة نزلت عليها خلاص عملت الالتساق وانت الطبقة اللي هتنزل عليها لو ده عمل عليها هو مش عمل على خربشة ولا حاجة ده هو مادة من نفس المادة هينزل عليها نفس المادة كلهم طريق على طريق وفي بعض المواد اللي بتسمح بمرور اكتر من وقت انك يعني في مواد يقول لك ايه زي الابوكسي مثلا او فيلر او البيسكوت او الكليكوتي يقول لك انت ممكن تدي وش وبعد ساعة ترجع تدي الوش التاني ما ينفعش اقل من كده او اكتر من كده وممكن يقول لك ممكن بدون صنفرة تقعد اه خمس ساعات وعشر ساعات واثناشر ساعة دايما الكراءة الناشرة الفنية للمنتجات دي ارجالها والدعم الفني لان هو ده اللي بتديك الضمان ده اللي بتديك البصمة او الجرنتي على المواد انت اشتغل زي ما هو يقول خلاص هو اضرب المادة لك اضرب الله في اي حاجة هو المسؤول وهو عارف هو بيعمل ايه لان الحاجات دي هو مجربها قال لك انزل وش اتنين تلاتة ماشي هو سامح بكرة يعني في مواد يقول لك ممكن تنزل من وش لتلاتة وشاش من وش الوشين لكن يعني احنا بنقول ممكن ممكن مثلا في اصدقاءنا يكلمونا بصراحة يعني عادي ممكن ينزل مع حد تتصجم كشفة مثلا في لارتوكي عادي شغال مهوش اتصدقاء حتى ايه مشعور ده يعني ان هي يحصل فيها مثلا رطوبة او ترقم مية او 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 مش عارف ايه كلام من ده حتى اتصجم وهو بيبطن في لارماشي شغال بس بشرط دايما ايه الرجوع للدعم الفني او اساس بيتقال عليه اساس احيانا الاساس ده يعني فيه اماكن مثالي بيقول عليه اساس بيقوله على اي حاجة بقص تتحص فوق المعجون ولكن ده 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 ابوكس ده ابوكس براين بس كده ايه شباء وتصنفر امور ان شاء الله تبقى زي الفل يعني ولي عنده اي اضافة او اي استفسار يصيب الاخواته في التعليقاته رجالة اسلام مديكم اسلام مديكم اوهوش رجالة يجب ان تنزل الوش ثاني بقى حيثت تقالية على قده ماشي بس دائما يعني فيه حاجات يعني بيه اجدهدية ناس جربتها وانشتغلت بها وزي الفل وفيه حاجات ايه بيه حاجات ايه بننهالكم ع تريق الدعم الفني الخاص بالموقف فدايما لازم نوجعك للمنتج الي انت شغال به والنشر الفني والدعم الفني بتاعنا ما نعرفش كم نية قوي مواد وايه في حاجات فعلا مش هنعرف نقولها بشكل تفصيلي غير لما نقرأ التشيط بتاعتها او الرجوع للدعم الفني الخاص بيك فدايما خليك مع الدعم الفني الخاص بيك وكرارة النشر فينا منتكت احنا بننقل ايه ازاي الحتة الحرفية المواد بشت لعام يعني ممكن نلقي بوكس مثلا فينا شركات تسمح انك ممكن ترش عليه بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات زي ما بنقول ايه بنقلكم الوضع بشكل عام لكن مش هنعرف نجيب كل نشر الفني لكل منتك الا ازاي حبتطولنا بقى الكود المنتج او الداتاشيت بتاعته يعني ممكن ان شاء الله على الجروب يعني بتاع الوصن و نجيب لكم النشر الفني بتاعته او نتوصل مع الدعم الفني بتاعه مثلا انواع فيلر فيلر بتنزل على الجسم العربية وبتنزل على الاكسرومات البلاستيك بيحطوا لها اضافات بيبقى فيها خاصية انزل بالاكسرومات البلاستيك واخد بالاكسرومات البلاستيك فالحاجات دي كلها يعني مرنا بها فبننقلكم بس الفكرة يعني لكن هلا اروح اجيب انا اي فيلر وانزل بي ممكن حد يقول لنا بجيب او فيلر مثلا و او اتش اس او بنزل بي ممكن ينفى معاك في بعض الظروف لكن مهم جدا يكون مختوم من النشرة الفنية والدعم الفني الخاص بالمنتج وانت لسه فيه عملية صنفرة هتنمي يعني انت بتدي طبق او اثنين واتصنفر الصنفرة انت بتاكن من الدهان عشان تصبر برضو عليها يعني يعني الفيلم بيقل برضو اللي انت بتنزل بيه دوان بعد عملية الصنفرة لعنده اي اضافة عندك اي اضافة اي استفسار سيب بالاخوتك في التعليقات واهم حاجة الدعوة الحلوة والله بارك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا